قال مسؤول تركي أن اليونان أجلت نقل الدفع القادم من المهاجرين إلى تركيا حتى يوم الجمعة المقبل وفي حال تم التأكد من هذا التأجيل فإنه يأتي بعد يوم واحد من إعادة المجموعة الأولى للمؤلفة من أكثر من 200 مهاجرين إلى تركيا يوم الاثنين الماضي وذلك وفقا لاتفاق تم التوصل إليه مع زعماء الاتحاد الأوروبي وقالت الحكومة اليونانية في وقت مبكر أن عملية الترحيل تباطعت في ظل زيادة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين في جزيرتي خيوس واليسبوس وبموجب الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي تقوم تركيا بإعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان عن طريق بحر إيجاب بشكل غير مشروع بعد 20 مارس الماضي